السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدت إليكم اليوم بقصة جديدة من سلسلة قصص أجمل قصص الرسول مع أصحابه قصة اليوم بعنوان هذا عرقك نجعله في طيبنا وإنه أطيب الطيب تدور أحداث قصتنا اليوم في بيت الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قصد النبي عليه الصلاة والسلام ذات نهار بيت أنس بن مالك رضي الله عنه وقد استرح نائما وقت قيلولة الظهر فإذا به صلى الله عليه وسلم يتعرق في نومه فقدمت أم أنس رضي الله عنهما بقارورة تحملها لتجمع من عرق جبينه عليه السلام ولما استيقظ النبي عليه السلام سألها عن صنيعها هذا فأخبرته بأنهم يضعون هذا العرق في طيبهم وإنه أطيب الطيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة لين الملمس وقد ورد في هذا حديث عن أنس بن مالك قال ما شممت عن برا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألينامسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا ورد عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألينامسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لإذهاب الشبهات فإن أم سليم وهي أم أنس بن مالك خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالة من خالتي رسول الله من جهة الرضاع وكانت من فاضلات الصحابيات فلا ينبغي أن يتوهم من حديث أم سليم أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخلو بمرأة أجنبية عنه فإن أم سليم كانت محرما له خالته من الرضاع ترجمة نانسي قنقر